الموضوع مش محتاج يا جماعة ده الفار معكم بيساعدكم محتاجين ايه تاني نعمل ايه تاني يعني الناس ده اعمل ايه تاني عشان ما يبقاش فيه اخطاء تحكمية بالشكل ده المشكلة في الاخطاء دي ان هي حتؤثر وده امر مؤكد على المنافسة على اللقب لو استمرت الاخطاء دي هو بالمناسبة الاخطاء اللي حصلت الفترة فاتت هي اثرت اثرت بشكل واضح لكن استمرت لو استمرت حيبقى الموضوع صحب قوي والله بجد وفرق خدت نقط غير مستحقة بسبب اخطاء تحكمية ومصيبة النهيب تبقى بعد ما ترجع للفار دي مصيبة اكبر والكرسة الاكتر فدي جزئية مهمة ده الشق الاولاني اللي اتكلم فيه كابتل محمود الخطيب مع الاستاذ جمال العلام والاستاذ احمد دي الشق التاني هو بيتعلق بالراحة اللي بتكون ما بين المباريات والمقارنة ما بين الفرق المتنفسة اللي هو ازاي مثلا يعني انت دلوقتي كاهلي هتلعب مطش السبت ومطش التلاتة احنا بقالنا فترة بنلعب السبت وتلاتة الفرق اللي بتنفسك واللي انت ممكن تكون هتلعبها مطش جاي او مطش بعد اسبوع او بعد اسبوعين ممكن يكونوا بياخدوا فترة راحة اكتر منك يعني انت مثلا ايه ريحت تلاتة ايام هما بيريحوا اربعة او خمسة انت ريحت يومين هما بيريحوا تلاتة او اربعة اني يبقى زي ما انا حريح تلاتة ايام الفريق اللي بيريح تلاتة ايام انا ريح خمسة ايام الفريق اللي بيريح خمسة ايام اعجبا فيك تكافؤ فرص ما يبقاش حد بيريح اكتر مني فبالتالي هو يستفاد في جانب استشفائي في جانب فني في جانب اعداد خاص بالمبارا فهو يبقى يعني فريش اكتر مني طب ليه فدي جزاية اخرى تكلم فيها الكابتن محمود الخطيب النهاردة معهم وان شاء الله باذن لها الناس وصراحة استاذ جمال علام محترم جدا استاذ احمد دياب محترم جدا ان شاء الله باذن لها انا اتمنى ان الامور تتزبط خلال الفترة اللي جاية وكانت مكالمة يعني ضرورية وخبر مهم جدا اعلن عنده النادي الاهلي منذ قليل هطلع فاصل بعد الفاصل نرجع نكمل عشان عندنا بقى كل الكواليس الخاصة بمباراة الاهم بالنسبة لنا النهاردة وهي مباراة المريخ فاستنون